من موسكو كانت الرسالة واضحة جداً وهنا نتحدث عن رسالة الرئيس فلاديمير بوتين التي وجهها للغرب في أوج أزمة أوكرانيا بوتين ألقى باللوم على الدول الغربية قائلاً إنها هي المسؤولة عن تصعيد التوترات العالمية وإنها أخطأت بتقييم نتيجة الحرب الباردة في حديثه إلى كبار المسؤولين العسكريين هدد بوتين بالرد عسكرياً وبالشكل المناسب على أي اعتداء غربي محتمل ما يفعلونه الآن على أراضي أوكرانيا أو يحاولون القيام به كما يخططون للقيام به لا يحدث على بعد ألاف كيلومترات من حدود ولايتنا ولكن عند بواباتنا وفي انذار روسي نهائي قبل الحرب قالت مجلة ناشونال انتريست إن المطالب الأمنية التي صاغتها روسيا حول أوكرانيا من خلال مسودتي اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف النايتو مقلقة أشرت المجلة إلى أن المسودة الروسية تمثل انذاراً نهائياً مضيفة أنها ستشكل ذريعة لعمل عسكري أو مزيد من التصعيد في المنطقة الشرقية إذن مسودة الاتفاق الروسية اقترحت اتفاقيتين قانونيتين الأولى حول استبعاد واشنطن التوسع شرقاً لحلف شمال الأطلسية النايتو بما في ذلك إلى أوكرانيا ودول أخرى كما تحضر مسودة الاتفاق نشر أي أسلحة أو إنشاء قواعد عسكرية أجنبية سواء غربية أو روسية في أوكرانيا ودول الاتحاد السوبيتية السابق ويأتي ذلك في ظل خلاف الروسيين أوكرانيين حول اعتزام الأخيرة لانضمام إلى حلف النايتو كعضو الأمر الذي ترفضه موسكو رفضاً تم في الأثناء قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسية ستولتنبرغ إن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا مستمر وأضاف ستولتنبرغ أنه تم رصد مواصلة الحشد رغم الدعوات الدولية للتهدئة أمين عام النايتو أكد أنه سيتم الدعوة إلى لقاء بين روسيا وأعضاء الحلف بشكل عاجل العام المقبل لمناقشة الوضع على الحدود مع أوكرانيا مشاهدين قبل أن نتابع نلفت إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد لتونقلاً على رويترز رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعتزم الاستقالة خلال ساعات إذن سنتابع المزيد حال وروده حول هذا الخبر الجديد نية إذن عبدالله حمدوك الاستقالة من منصبه في خضم الأزمة المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا والتي دخل على خطها النايتو والولايات المتحدة عادت روسيا لتوجه رسائل مختلطة بعضها يتسم بالمرونة والاستعداد لإجراء محادثات لتهدئة الأوضاع والأخرى تتسم بالصرامة لدرجة التلويح بتحرك عسكري على أي استفزاز غربي في المنطقة تلك التصريحات جاءت على لسان رئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حذر بالرد بتدابير عسكري انتقامية إذا لم يضع خصومه الغربيون حداً لسياساتهم التي وصفها بالتصعيدية خلال حديثه إلى كبار المسؤولين العسكريين قال بوتين إن روسيا متمسكة باستقرار المنطقة ومستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة ولكنه أضاف أن موسكو سترد على أي عدوان غربي وستطور جيشها بشكل أكبر تطوير واضح أنه بدأ بالفعل كما كشفت صور أقمار إصطناعية وعلى مرمى حجر من أوكرانيا حيث حشدت روسيا عشرات الألاف من القوات هناك وطالبت النيتو برفض قبول الجمهورية السوفيتية السابقة كعضو وضمان عدم نشر أسلحة أو قوات هناك وفيما يسعى بوتين إلى الحصول على وعود من الغرب بأن كتلته العسكرية لن تتوسع شرقاً أوكرانيا أعربت عن إحباطها من إحجام النيتو عن تسريع عضوية كييف في الحلف وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تريد تلك العضوية في النيتو العام المقبل ولكن على ما يبدو تحاول الدول الأوروبية والولايات المتحدة صياغة خطة متوازنة تردع غزواً محتملاً لأوكرانيا من قبل روسيا ولكن دون تقديم ذريعة للرئيس الروسي لتصعيد الأزمة لينا حصاب الله العربية أما بالنسبة لموقف أوكرانيا فأعرب الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي عن خيبة أمله إذا تردد حلف النيتو والاتحاد الأوروبي حيال ضغوط كييف التي تريد الانضمام إلى التكتلين على خلفية الأزمة مع موسكو بين التغيير الديمقراطي الذي يقرب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي والتغيير الديمقرافي الذي تدخله روسيا على الشرق الأوكراني يبقى الوضع مفتوحاً في هذه المنطقة على كل الاحتمالات بعد منحها سابقاً الجنسية الروسية لحوال نصف مليون شخص من سكان جمهوريتي دونيتسك وليوغانسك الانفصاليتين تحاول موسكو مد سيطرتها في الحرب المقبلة إذا حصلت على كامل إقليم دونباس ملوحة بإغراءات من بينها منح الجنسية رئيسة حزب ساوت أكيرا ريديك قالت للعربية أن حزبها يعارض أي مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي نتوقع أن يدعم بلدنا كل شركائنا الرئيسيين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبقية العالم الديمقراطي حزبنا يعارض أي محادثات أو مفاوضات مباشرة مع بوتين باستثناء من هم من أصل روسي يؤيد الأوكرانيون عموما انضمام بلادهم للنيتو كضمانة أمنية الأفضل برأي الانضمام لحلف الأطلسي لنضمن حقوقنا ونحمي أنفسنا ليس إزاء روسيا تحديدا وإنما بشكل عام يتداول سياسيون أوكرانيون ثلاثة سيناريوهات لاحتمالات الحرب الأول هجوم من الشمال عبر الحدود مع بلاروسيا التي تدور في فلك موسكو سياسيا وعسكريا أو من الجنوب حيث شبه جزيرة القرم أو من الشرق وهو الاحتمال الأرجح أي عبر دفع الانفصاليين الأوكرانيين نحو ضم المزيد من أراضي إقليم دونباس هنا في هذه المناطق الفقيرة حيث خدمات الدولة ضعيفة في مواجهة موجات السقيع المتتالية لا يهتم الناس كثيرا بما يجري حولهم بعضهم يوزع المسئولية بالتساوي بين كييف وموسكو فيما يصل البعض الآخر في نقمته إلى حد التحسر على أيام الاتحاد السوفيتي الذي ورغم غياب الديمقراطية كان يقدم الخدمات للناس بالحد الأدنى كما يقول المستاؤون هنا حسين قنيبر العربية من مدينة دروشكيفكا إقليم دونباس شرق أوكرانيا